استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل الجاري لتثبيت الهدنة بقطاع غزة وضمان نجاح عملية تبادل المحتجزين إلى جانب الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنظيم عملية استقبال المساعدات الدولية ذات الصلة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا الذي أشاد بالجهود المصرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في القطاع وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين اتفقا على أهمية تركيز الجهود في الوقت الراهن على تمديد الهدنة مع العمل على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والتحرك العاجل لإدخال القدر المطلوب من المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة بما يمهد لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط